لكاركوك بمختلف مكوناتهم وأكدوا العضاء خلال الزيارة إلى مديرية شؤون العشائر في المدينة أن كاركوك تتميز بعلاقات التعايش السلمي والأخوي بين مكوناتها وقومياتها مشيرين في الوقت ذاته إلى أن كاركوك تنعم بالأمان بفضل جهود قوات البياشمرقة التي تدافع عن جميع المكونات دون تميز فيما ثمنوا جهود إدارة المحافظة في تقديم الخدمات لمواطنيها واستمرار لتنفيذ المشاريع في كافة المناطق هلغورد حسن سلطى الضوع على هذا الموضوع أكد مستشار المصالح الوطنية الاتحادية ومقرر مجلس النواب العراقي السابق محمد الخالدي خلال زيارته إلى كاركوك برفقة لجنة المصالح الوطنية الاتحادية والتقائه رؤساء ووجهاء العشائر من مكونات كاركوك المتآخية أنه هناك تآلف كبير بين مكونات المحافظة مثمنا جهود إدارة المحافظة في استوعاب أعداد كبيرة من النازحين وتقديم الخدمات لهم مضيفا أن قوات البياشمرقة هي أفضل قوة نظامية تحارب الإرهاب جئنا لزيارة أخواننا في كاركوك ولاحظنا هناك تآلف كبير بين المجتمع في كاركوك وإضا دعوناهم إلى توحد ضد داعش ومنع وجود هذا التنظيم المجرم الذي فتك بأبناء الشعب العراقي في كل المحافظات نحن التقينا بالدكتور نجم الدين وكان أعطانا صورة واضحة في بغداد وطبعا هو مشكور لجهود وجهود الإدارة المحلية ومجلس المحافظة وإداراتهم الناجحة في هذا الملف الصعب الذي عجزت الحكومة الاتحادية في تقديم الخدمات طبعا هناك الآن تنسيق كبير بين رئاسة وزراء بقلادة الدكتور العبادي وإيضا حكومة قليم كردستان وحكومة كاركوك في تقديم الخدمات والعون لكل النازحين الموجودين وإمكانية عودتهم إلى المناطق المحررة باعتراف كل الدول الآن الدول الكبرى بأن البشمرقة ظهرت لقوة نظامية أفضل قوة نظامية قاتلت داعش وحققت الانتصارات وأيضا كان هناك حماية وحفاظ على الأراضي والمناطق المحررة وممتلكات الناس فالحقيقة نحن داعمين لهذه القوات ونتمنى لها المفغوة ونتمنى للشهداء الجنات النعيم إن شاء الله وجهاء ورؤساء العشائر أكدوا أن لا حاجة للمصالح الوطنية في كاركوك لأن أبناءها متآخون فيما بينهم مثمنين في الوقت ذاته تضحيات قوات البيشمرقة في حربها غد داعش الإرهابي ومساندتهم كشيوخ عشائر للبيشمرقة بالنسبة لكاركوك نحن مصالحين وما عندنا أي مشكلة المصالح يصير ويالمناطق المختطعة ويالناس الزعلانة نحن في كاركوك عائلة وحدة إذا العربي إذا الكردي إذا التركماني وكاركوك آمنة بوجود البيشمرقة في كاركوك ووجود الأسائش أحنا الأسائش والبيشمرقة والأجهزة الأمنية أحنا في كاركوك العربي والكلية والتركماني إحنا عائلة وحدة وياهم نحن لسنا بحاجة لمصالحة في داخل كاركوك كاركوك آمنة ومطمئنة بحماية المقاتلين الذين يحمونها على السواتر الأمامية سواء من البيشمرقة الجميع ملتزمون بالقوانين العراقية طلاعوا بعض المقترحات التي تسهم في تطوير هذا المشروع وتكون جادة في سبيل تعزيز روح المصالحة في هذا البلد ولتقوية الأواصر بين أبناء شعب العراقي وللطلاع على الواقع الموجود في كاركوك ونحن وجزنا له كيفية وضع كاركوك وكيفية حماية كاركوك والدور الذي قامت به البيشمرقة في حماية التصدي لداعش في هذه المرحلة ولوجود القوات الأمنية في كاركوك التي ساهمت في تعزيز الأمن والاستقرار لهذه المحافظة كونات كاركوك متصالحة ما بينهم وناس متفاهمة ناس وهذا صارنا نحن ألاف السنين عايشين في محاولة كاركوك يعني مثل سيلي 57 من وعية هاي كاركوك عايشين بينها الكرات والتركمان والعرب وكل دول أشهرين طبعا البيشمرقة قاتلوا عن كاركوك حقيقة يعني تنقل قتال الصحابة الناس قاتلوا عن ولمني قاتلوا ما جاء قاتلوا بس عن كل المواطنين وحقيقة نحن نسندهم المفروض يعني البيشمرقة على قتالهم ضد داعش أثبت أبناء كاركوك المتآخون أن المصالح الوطنية لا حاجة لها لأن مكونات كاركوك متآلفون فيما بينهم من آلاف السنين وتكملة هذه الأخوة دفاع قوات البيشمرقة عن كافة الطوائف والقوميات المتآلفة بكاركوك دون تمييز هلغورت حسن فضائية كاركوك دكت قوات البيشمرقة بالمتفعية الثقيلة وكار إرهابي هيدعاش في عدة قرى بأطراف قضاء دقوق وضح مصدر في قوات البيشمرقة